زي ما اتفعنا الفيجوال بايزيك فور ابليكيشن هي لغة ببرمجة يعني اللغة بستخدمها عشان اكتب تعليمات للبرنامج فالبرنامج ينفذ هذي التعليمات في طريقتين علشان نكتب التعليمات دي ان انا اكتب التعليمات بايدي اكتب بنفس الكود او ان انا اسجل مكرو المكرو هي اداب نستخدمها علشان نسجل الخطوات اللي احنا متعودين ننفذها والبرنامج هو اللي يبتي بالكود بالنيابة عنها عندي اكتر من طريقة علشان ابدأ اسجل مكرو من شريط الحالة ممكن استخدم المكرو ريكوردينج بطن ولو البطن ده مش موجود اقدر اعمل رايت اكليك واختار مكرو ريكوردينج علشان يظهر مش شكل ده هو دلوقتي مش موجود مكرو ريكوردينج ظهر وينفع من قائمة هارت او فيو اروح لمكرو ريكورد مكرو لو الديفلوبر تاب ظهر اقدر كمان اروح لريكورد مكرو طيب تعالوا نسجل مكرو لما ببدأ اسجل مكرو عندي التلات معلومات اساسية اسم المكرو هيتحفز فين وهل لي اختصار او وصف ولا لا الاسم ومكان التخزين معلومات اجبارية الاختصار والوصف معلومات اختيارية طيب احنا نسيب المكرو ده اسمه مكرو 1 هنسيب المكرو في this workbook في الملف الحالي وتعالوا نقلوكي المكرو ده مطلوب منه يروح لخلية A1 يظللها باللون الاصفر وبعدين يكتب فيها Hello VBA وبعدين يخلي الكلام باللون الاحمر خلصت الخطوات بتاعتي خلصت الخطوات بتاعتي بروح اعمل استوب ريكوردنج من المكرو او من view macro استوب ريكوردنج طيب تعالوا نلغي الكل اللي هنا طيب تعالوا نعمل clear all ونروح لview macro انا عندي مكرو وانا هولا وعملت له run كرر نفس الخطوات مرة اخرى لما سجلنا المكرو ايه اللي حصل لما سجلنا المكرو في الحقيقة تم كتابة الكود بالنيابة عنها يعني لو دلاتي روحت view macro وروحت المكرو 1 وروحت edit ده الكود اللي تم كتابته بشكل تلقائي الكود بيقول ان احنا اختارنا الخلية A1 وغيرنا اللون بتاع التعبئة وبعدين كتبنا فيها كلمة hello vba وبعدين غيرنا اللون الى اللون الاحبر انا ما كتبتش الكود انا سجلت مكرو والمكرو هو اللي كتب لكم